موسيقى طيب أهلا بيكم على مرة كمان زي ما كنت بقولك كده على مسألة قانون لتوحيد جهود التحالف الوطني التحالف الوطني في حد ذاته قبل أدق العمل الأهلي والعمل التطوعي في مصر قصة كبيرة وطويلة وتاريخية كمان لو حبيت تعتبرها أكد لكن كان دايما مهم جدا أوي خالص أن القوة دي تبقى واحد يعني تجمع وتنصق هذه القوة المتفرقة بحيث أنها تقدر تشتغل مع بعضها ده التنسيق اللي كان لازم يتعمل واللي بيتم العمل عليه خلونا بقى هنا نرحب بالصديق والزميل سيادة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منور ده نور يا كاسد يوسف أخبارك إيه؟ كله زيت كله تمام الحمد لله العمل التطوعي واللي بدأ من مصر في مصر آسف من زمان جدا لكن كان دايما بيبقى قايم على فكرة هذه الجمعية وهذه الجهة دول بيشتغلوا بطريقة ودول بيشتغلوا بطريقة إلى آخره وعدت سنين طوال زي ما بيت قال إلى أن بدأنا في شكل تنسيقي ودلوقتي بنشتغل على قانون يجمع احكي لي الحدودة دي من أول آن طيب خلينا نحكي حدودة العمل الأهلي في مصر الحقيقة يعني الأقوال حوالين بداية النقطة التاريخية اللي انطلق منها العمل الأهلي في مصر بشكل ياسمي فيه أقوال بتقول 200 سنة فيه أقوال بتقول قبل كده لكن الشاهد على الموضوع العمل الأهلي في مصر شارك في بناء الدولة الوطنية المصرية ووقف جنبها في كافة أزمتها على مضاع عقود شفنا جامعات تم إنشاءها من خلال العمل الأهلي شفنا مستشفيات شفنا الكثير من الأزمات اللي تصدى لها المجتمع الأهلي في الوقت الحديث نقدر نتكلم أن كان فيه عدد من القوانين لو هناخد من الزاوية التشريعية نظمة العمل الأهلي ابتداء من القانون 2002 ده النظرة القريبة اللي تم إلغاؤه بالقانون اللي صدر في 2017 واللي تم إلغاؤه فيه القانون الأخير اللي صدر سنة 2019 اللي هو القانون الحالي لكن وإحنا بنتكلم على الحالة التشريعية لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة فيه إرادة سياسية حقيقية لدعم جهود العمل الأهلي بكافة أشكاله سواء كان تموي أو أهلي أو رعوي أو بكل أشكاله وده اللي ممكن يكون تجلى أن الرئيس في منتدى شباب العالم هو اللي لما حصل عدد من الأصوات بتعديل القانون اللي صدر سنة 2017 وضع لجنة وخرج التوصية بعمل قانون جديد خروجا للقانون اللي تم إعماله في الحقيقة في الوقت الحالي سنة 2022 هو عامل مجتمع المدني بداية هامة جدا ونقطة مهمة جدا تقدر تاخدنا هي إيه المشاكل اللي بتواجه العمل الأهلي وإيه التحالف بيحل الإشكاليات دي إزاي وليه قانون علشان التحالف الوطني للجماعيات الأهلية دي تلت أسئلة غاية في الأهمية لازم نفسرها للناس الحقيقة لو خدنا بنا ونزلنا في الشاي هنكتشف أن فيه ما يقرب من 57 ألف جماعية أهلية عدد ضخم من الجماعيات الأهلية لكن ما فيه شكل من أشكال التنصيق في الجهود بمفهوم ممكن الجماعية دي بتقدم نفس الخدمة اللي بتقدمها الجماعية دي سواء كانت خدمة رعائية أو خيرية أو غيره تمام ونكتشف أنه ممكن يكون مستفيد واحد بيتلقى نفس الخدمة وفيه ناس تانية محكوب عنهم الخدمات أخرى أو بيتلقوا نفس الخدمة لكن فيه خدمات أخرى ما بيحصلوش عليه طيب دور التحالف فيه يعمل ايه في هذا السياق لما يحصل عملية تنصيق وتناهم يبقى عندك قعدة بيانات بالناس الأولى بالرعاية يتم إعطائهم من خلال أكتر من شكل من أشكال الخدمات المجتمعية وخب بالحضرتك من نقطة مهمة هذا التحالف شريك رئيسي لمؤسسات الدولة من ناحية والقطاع الخاص بالمسئولية المجتمعية من ناحية أخرى علشان يقدر يشكل حالة من حالات التكامل فيه الخدمات اللي بتطرح للمواطنين بمفهوم نجد مثلا أن الدولة عملت مبادرة زي 100 مليون صحة عملت مبادرة زي مكافحة فيروسي مبادرات طبية زي مكافحة الأمراض الناتجة عن سوق التغذية التقزم والهزال وغيره دي مبادرات صحية في نفس التوقيت في مبادرة زي مبادرة تطوير ريف المصر حياة كريمة في نفس التوقيت الجماعيات الأهلية بتدي عدد من المبادرات في كل الاتجاهات طيب النهاردة إزاي أوصل بكل الخدمات لكل المحتاجين ده محتاج اللي أنا يبقى عندي قاعدة بيانات يبقى فيه تكاتف ما بين الجماعيات الأهدلية وتنصيق ما بين جهدهم ده المعادلة الصعبة اللي بيحلها التحالف الوطني للجماعيات الأهلية دي المعادلة الصعبة اللي بيحلها هذا التحالف بزرط ومن ثم هذا التحالف هو اللي يقدر طول الوقت ينسق مع الجهات المختلفة للدولة علشان أقدر أوصل نواتج أو أغراض هذا العمل الأهلي أو مستهدفات هذا العمل الأهلي إلى الناس اللي تستحقوا يعني زي اليومين دول مثلا عندنا مئة يوم صحة بالزبط فعني علشان أقدر أعمل ده هنسق مع منظمات عمل أهلي وفي نفس الوقت أقدر أنسق مع وزارة الصحة في نفس الوقت الشركات بتعمل مسؤولية مجتمعية في القطاع الخاص طول الوقت وإحنا بنقع كتب سياسي يقول يجب أن يكون هناك تكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والعمل الأهلي لكن ما كانش فيه أليا طيب هروح للفاصل وهرجع بعض الفاصل هنعد نفكر على مسألة القانون الجديد اللي يخلق أليات أكثر فاعلية لهذا العمل الأهلي وللعمل التطوعي كمان أو بالأدق من داخل العمل الأهلي يكون هناك الجهود التطوعية خبيرنا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام أهم شيء التجدد خد بالك التجدد يعني أن تكون مواكبا لعصرك والمضامينك وما إلى ذلك وبالتالي هتجد أنه القانون اللي بنتكلم عليه بقى هو قانون للتحالف الوطني اللي بيوحي جمهود العمل التطوعي هو بيراعي هذه الأمور التجدد ونظرة المجتمع للعمل الأهلي ونظرة العاملين بالعمل الأهلي والعمل التطوعي نحيط الجهد المجتمعي والتنسيق مع الحكومة خلوني هنا وجدد ترحيد مرة تانية بسات النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسئية شباب الأحزاب والسياسية التجديد ومراهات ومواكبة العصر ومتطلباته أكيد موجودة في هذا القانون طبعا الفكرة كلها هي فكرة مستحدثة وفكرة تقدمية جدا ليه فكرة مستحدثة لأنه كان طول الوقت ما بيبقاش فيه شكل من أشكال أو آلية للتعاون ما بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في كافة المجالات النهاردة حضرتك وضعت آلية بقانون لعمل شكل من أشكال التكاتف ما بين مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وفقا لرغبتها في الانضمام من عدمه بمفهوم يعني لو في مؤسسة من المؤسسات أو جمعية من الجمعيات عندها رغبة في الدخول في هذا التحالف أهلا وسهلا الدخول إليه اختياري فبالتالي حضرتك رعيت ما بين استقلالية العمل الأهلي من ناحية ومن ناحية أخرى رعيت بفكرة التكاتف والتوازن في مسألة العمل الأهلي والتناغم واللي يوصل لكل المستحقين كل الخدمات اللي بيقدمها هذا التحالف فبالتالي هي فكرة مستحدثة آلية جديدة هدرت بشكل أو بآخر حتى وقتنا هذا من إطلاق التحالف من عام تقريبا لغاية النهاردة في عمل حالة التناغم المفقودة ما بين مؤسسات المجتمع المدني بعضها البعض مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والمبادرات اللي بتطلقها الحكومة المؤسسات المجتمع المدني والحكومة مع القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية فبالتالي فكرة مستحدثة فكرة تقدمية قادرة اللي هي تستوعب اتحطلها عدد من آلية اختيار لمجلس أمناء عندهم صلاحيات واسعة علشان يتسموا بالمرونة في اتخاذ القرارات والشغل خلال الوقت والمتابعة المستجدات ويبقى عندهم قدرة على التطور المستمعي حلو جدا ده يقدر يساهم قد ايه في إصراع عملية اي عمل آلي او تطوعي او تنموي والوصول للفئة المستهدفة ده يساهم بشكل ضخم جدا زي يعني خلينا نراتب مجموعة من الأمور او ندي مثال نبصاته للناس احمد كان عنده درجة من درجات الاحتياج فكان بيتعامل مع الجمعية الفلانية اللي هي بتقدم له الخدمة بشكل معين لكن في نفس الوقت بيتعامل مع مؤسسة تانية ممكن تكون بتقدم له نفس الخدمة فاحمد بيتلقى الخدمة مرتين تمام بنفس الشكل من مؤسستين مختلفتين فقد يحرم اخر من اي شكل اولا يحرم اخر تمام من المساعدة اللي ممكن ياخدها من ويستحقها احمد نفسه ممكن يبقى عنده اشكالية ضخمة لانه هو بياخد نفس الخدمة مرتين لكنه هو محتاج خدمات اخرى بتقدمها مؤسسة تانية فبالتالي لما يبقى عنده حضرتك قاعدة بيانات للجمعيات والناس اللي عندها درجة من درجات الاحتياج دي تقدر توفر لهم اكتر من خدمة باكتر شكل من الاشكال فبالتالي يستفيد باكبر عدد من الخدمات في نفس التوقيت اكبر عدد من المستفيدين تقدر تضمهم للخدمات اللي بيقدمها المجتمع الاهلي والتموي كويس قوي طيب ده هخليني هفكر معك بصوت عالي ساعات كنا نجد انه مثلا مؤسسة تعمل بهذا العمل الاهلي والتطوعي بتشتغل مثلا في تقديم الخدمات من نوعية الف وغيرها بيشتغل على به غيرها بيشتغل على جيم الى اخره بعد شوية نجد انه المؤسسة قررت توسع شوية في تقديم خدمتها فبتشتغل على الف وبه وبعد شوية الف به جيم هل القانون الجديد هيشتغل على مسألة التخصيص يعني خليك في الف وركز فيه وده هيخليه به ويركز فيه وده يخليه في جيم ويركز فيه عشان اعرف نسأ قدرتي على تقديم الخدمة لأوسع قواعد ممكنة خلينا اقولها لك باختصاري شديد جدا انت عندك قدرات مختلفة تمام بأدوات تمويلية عالية جدا لان كل المؤسسات القوية داخل داخل بالتحال فبالتالي تقدر تعمل خطة وتواكب خطة الدولة للتنمية المستدام تمام فبالتالي تقدر تعمل عدد من الخدمات المختلفة بدون شكل من اشكال انا كمؤسسة الفلنية هعمل ثلاث خدمات والمؤسسة لا بالعكس يحصل شكل من اشكال التنصيخ في الخدمات فبالتالي يقدر يوصل لأكبر عدد من المستفيدين ويقدر يوفر ويلبي اكبر قدر من الاحتياجات المختلفة سواء كانت صحية سواء كانت اجتماعية سواء كانت اقتصادية لان احنا عندنا اشكالية في حياة الامر في عدد من المجالات يعني العمل الخيري والرعوي في عدد من المؤسسات بتشتغل فيه بشكل كبير لكن الجماعيات اللي بتشتغل على تمية المهارات وتطوير المهارات ونشر الوعي بالتطوع وتأهيل الشباب لسوق العمل ده عددهم قليل جدا فبالتالي انت محتاج تحط استراتيجية واضحة يقوم بيها التحالف لعدد من المجالات التنموية جزء منها الخير والرعوي لكن جزء منها آخر وتنمية مستدامة متعلقة ببناء الفرد وبناء قدرات وتأهيل شباب لسوق عمل وكذا فبالتالي تقدر تعمل كل هذه الامور لانها دور أصيل للمجتمع المدني من خلال التحالف بالقدرات المختلفة لأعضاء التحالف المنضوين تحت هذا القانون طيب العمل الاهلي بيحتاج للمتطوعين والمتطوع نفسه غير انه ويبقى صادقة خالصة أنا محتاج ويبقى مؤهل ومدرد خليني أقول حضرتك التأهيل بيجي من الممارسة حلو والتحالف هيبقى ليه من بداية والغاية النهاردة دخل فيه عشرات الالاف من المتطوعين والنهاردة احنا عندنا تحالف وفقا للقانون بيحظى برعاية رئيس الجمهورية هتكتشف ان فيه عدد ضخم من الشباب تحت هذا البند هيقدروا وينضموا ويكون عندهم قدرة أكبر للعمل التطوعي من خلاله لأن كان فيه درجة من درجات العزوب بشكل أو بآخر لأنه ممكن يخش في مؤسسة من المؤسسات أو في شكل من العمل الأهلي ما يكونش بيلب احتياجاته أو ما بيكونش قادر بشكل أو بآخر يحقق طموحه وداخله لكن من خلال التحالف يقدر بشكل كبير جدا في تعظيم هذه الجهود وتعزيز ثقافة التطوع ودامج أكبر عدد من المتطوعين من خلال مظلة التحالف من الجانب الآخر الشيطان أنا محامي الشيطان بقى في السؤال للحتة دي أنه محامي الشيطان دائما ما يروج لفكرة كلما ازداد النشاط العامل للأهلي إذن ده معناه أن الدولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها ناحية المجتمع ده هنا سؤال محامي الشيطان أنا قدعتي مش كده لأنه أدخن بلد في الدنيا عندها عامل أهلي بس أنا بسأل راجل فاهم الموضوع من الألف لليه لا طبعا باختصار واضح جدا أي دولة قوية يهمها أن يكون عندها مجتمع أهلي ناشط وفاعل يقوم بدور طبيعي الدولة لها عدد من الأدوار الرئيسية تمام فيه مساحة الصحة فيه مساحة التعليم فيه مساحة التشريع فيه مساحة مختلفة العمل الأهلي ليه دور رئيسي ودور مكمل وإوعى يعني ننسى حاجة مهمة كل المؤسسات هي مؤسسات وطنية بتعمل لخدمة هذا الوطن سواء كانت حكومية أو غير أو غير حكومية غير حكومية فبالتالي أنت أمام مؤسسات وطنية فيه جزء منها حكومي بيشتغل وفقا للموازنة العامة للدولة وخططه فيه جزء منها غير حكومي بيشتغل وفقا للإحتياجات اللي بيكمل بيها الإحتياجات اللي مش قادرة الدولة تقوم بيها على المستوى من المستويات أو مش دورها الطبيعي اللي هي تقوم بيها لما يكون عندك مجتمع مدني فاعل هيبقى عندك مؤسسات دولة قادرة على الإفاء بتعهدتها هيبقى عندك يعني هي كل حاجة توضع في نصبها السليم زي مثلا هدي لحظاتك مثال ببسيط لما نقول والله لما يبقى فيه محليات يبقى أعضاء مجلس النواب هيقل عليهم عدد الخدمات اللي بيقدموها ويقفوا عند دورهم في رقابة والتشريع ده مثال لما يبقى فيه مجتمع مدني فاعل وناشط وكذا هو هيكون دور مكمل للأدوار اللي بتقوم بيها المؤسسات الحكومية للدولة هيبقى ليه دور مكمل للأدوار اللي بتقوم بيها المسئولية المجتمعية للدور للقطاع الخاص هي منظومة بتتكامل لو قدرت تتعزز قدرات كل منظومة من الثلاث منظومات الرئيسية هتبقى بتعزز القدرات الشاملة للدولة الوطنية المصرية انت كم سنة دلوقتي أميلك يا عم قول عادي 37 حلوين ما شاء الله وانا عايز اشكرك يا أحمد أولا ده مبدئيا جدا على وجودك معنا النهار ده بالمناسبة يا أحمد بصراحة ولا مرة قلنا له عايزين نستضيفك وتأخر عننا مهما كان الهالك اللي هو هلكن يعني مش المراضي صحيح حتى هو داخل طول نقطة المراضي هلكن فين أي لأنا المراضي جاء من المكتبة على هنا المرة اللي فاتت لما كان منورنا كان عمليا في الشارع من 8 صباحا وبرضو الحقيقة ما خزلناش يعني وما كسفناش وما كسرش بخطرنا وجلنا أنا مش بقول الكلام ده عشو الحيطة دي أنا بقول الكلام ده علشان تقدر تشوف شكل مصر عامل إزاي حتى في مجلس النيابي الرجل اللي بيكلمك ده ودي مش مجاملة أحمد بالمناسبة رجل اللي بيكلمك ده رجل كلمك بمنطقة الموضوعية منظم جدا أفكاره مترتبة جدا عارف بيتكلم على إيه كويس دارس الكلام بالمظبوط الموضوع دارس القانون بتعديلاته بأصله بتاريخه حتى بالخلفية التاريخية الفكرة العام الأهل اللي بقوله أحمد العام الأهلي في مصر التاريخي قال لي المثبت حتى دي بيتكلمه في أكتر من 200 سنة بس أنا بظنه في أكتر رجل فاهم في نفس الوقت ما بين قصين كده عنده 37 سنة هنا تفهم هنا تفهم السياسيين المصريين عاملين إزاي في جمهورية جديدة في مجلس نواب مختلف على سبيل مثال في مستقبل أكثر اختلافا و أكثر واعدية أعود تصور معايا يا ربنا يدي له العمر و أدلنا جميعا بعد 20 سنة إن استمر أحمد و كان لديه الرغبة في استكمال العمل السياسي النيابي رجل ده بيتكلم كده تات شهود الله أكبر بس هو عنده 37 سنة أما لما هيبقى 57 هيعمل إيه نورت الله العظيم وشك ما يحمرش كده دي مش مجاملة يا أخي ده بجد والله العظيم ده بأمانة يعني اللي زي أحمد هتلاقيه موجود في مجلس النواب وهتلاقيه في مجلس الشيوخ ده اللي بنسميه زمان الجماعة الماركسين زي حالتي كده مدرسة الكادر تطلع كوادر فهمة عرفة درسة مش أي كلام في الأي كلام و خلاص حاجة تانية مرة تانية حقيقي من قلبي بشكر سات النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أشكركم جدا على حسن المتابعة أنا بشكر أي حد اشتغل على العالمين الجديدة و اشتغل على مهرجان العالمين الجديدة العالم عالمين من قلبي وأجدد مناشدتي إلى الإدارة ابعثوني الأسبوع كله أنا معاك السبع تيام شوف السبع تيام مش خمسة السبعة أنا مستقتل المكان جميل خلصت الحلقة وسوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو قلنا العمر نعملكم بوكرا إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة